يا صباح الهنا هنعمل النهاردة مقلوبة بس انا بسميها مادرن مقلوبة عشان مش هنعملها بالطريقة التقليدية تعالوا نشوف هنعملها ازاي هعمل المقلوبة بتاعتي بطريقة مختلفة هبتدي حط زيت في الحلة وهحط بصل متقطع حتة كبيرة شوية انا هنا المقلوبة مش هعملها بطريقة الرص وان احنا هنقلبها زي ما هم بيعملوها لأ انا هعملها اكننا بنعمل رز عادي خالص بشوح البصل في الزيت بحط شوية توم صغيرين بخلي البصل كده يا دوبك يتشوح شوية بروح حطى الفراخ اللي ما تقطع حتة صغيرة مربعات وبقلبها مع البصل لغاية كده ما بتبتدي تغير لونها مع البصل وبروح حطى الفلفل الرومي الاخضر بتقطع برضو مربعات بفضل انه كله يبقى متقطع مقاس واحد على قد ما نقدر طبعا البصل الفلفل الفراخ كله بيبقى مقاس واحد وابتدي احط البهارات ارفة بنحط معلقة صغيرة ارفة ملح وفلفل بقلبهم تقليبة كويسة الريح على طول بتاعت القرفة بتبتدي تطلع على طول اوله بتتحط مع الزيت على النار بعد كده ببقى محمرة بتنجان رومي ببقى محمرة وسايباه على كلينكس كده لغاية ما يصطي الزيت شوية وبروح بحطاه على الخلطة بتاعتنا ومقلباه تقليبة كويسة هبتدي انزل بالرز هقلبه تقليبة مع الفراخ والفلفل لغاية ما حس انه هتمزج كله مع بعضه وهروح نزلة بالمرأة برضو زي ما بقول ان ممكن نحط مية وممكن نحط مرأة على اساس ان فيه فراخ في الرز فهي ممكن تخر مرأتها لكن انا بحب دايما ادي شوية دسم بالمرأة هحط المرأة وهتقلب تقليبة واحدة اتأكد ان كله ميكس كويس بعد كده هغطي عليه لغاية ما ياخد غلية غلوة واحدة حسيته هونه لسه محتاج شوية مرأة كمان فبزود هالو هغطي عليه اول ما يغلي غلوة هروح موطية على النار كده استوى الرز بتاعنا وحبتدي اغرفه كل مرة بغرف بطريقة شكلة عشان نبقى مشكلين ليكو ما تبقوش زهقانين من طريقة غير في واحدة هبتدي اضغط على المقلوبة عشان خاطر اضمن انو انا بقلبها ما تبقى عطرش مننا ودي مختلفة تماما عن المقلوبة التانية هقلبها هون دلوقتي كده قدامكم وهحط في النص عشان ندي بس لون شوية فلفل رومي زي ما انتوا شايفين البتنجان والفلفل استووا مع الرز مش بايمين حتى ان هم موجودين وده بيسهل عليكم اللي مش هيعرف يقلب يعمل المقلوبة بالطريقة اللي هي اصولها انا بسميها مادرن انها كلها على بعض نفس الطعم بس الشكل مختلف ان شاء الله تعجبكم انا ابحل اشتركوا في القناة